موسيقى مشاهدين أهلا وسلام بكم من النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية بداية استهلت بورصة ودار البيضاء تدولتها اليوم الثلاثاء على وقع الانخفاض حيث تجل المؤشر الرئيسي مازي تراجعا بنسبة 0.19% ليستقر عند 13.348 نقطة وكان مؤشر مازي قد أغلق تدولات أمسلا الاثنين على ربح بنسبة 0.14% تمثل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح صاحب الجلال الملكة محمد السادسة في القمة الحادي والعشرين للمؤسسة الدولية للتنمية التي انطلقت تشغلها أمس بنيروبية وتركز القمة التي تنظم بشكل مشترك بين الحكومة الكينية ومجموعة البنك الدولي على تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية والدعم الذي تحتاجه لتحفيز الاستثمار بشكل فعال في إفريقيا كما تهدف القمة إلى التاكيد لدى الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية وباقي الشركاء على المجالة ذات الأولوية من أجل تمويل التنمية في إفريقيا كما تطمح إلى دعوة الجهات المانحة إلى التفكير في رفع مستوى التنمية بشكل أكبر من أجل الاستجابة لتحديات ودعم فرص التنمية في القارة عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي الدورة العادية السابعة والخمسين بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة السيد أحمد ريد الشامية رئيس المجلس وأفد بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن نشغل هذه الدورة شهدت المصادقة على مشروع الرأي الأول حول موضوع آليات المشاركة المواطنة مشروع الرأي الثاني حول موضوع الاقتصادي الدائري لمعالجة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة على هامش المنتدى السنوي لكبار منظمي الأصفار والرحلات الفرنسيين المنعقد بالرباط إلى وضع كرة القدم في قلب استراتيجيته الترويجية واعتمادها كعامل مهم يساعد على إشعاع وإنعاش وجهة المغرب وأبرز المكتب في بلاغنه هكذا قام المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى لفت انتباه منظمي الرحلات والأصفار الفرنسيين والعاملين معها للأهمية التي تكتسيها وجهة المغرب الذي أضحى قوة عالمية بمجال كرة القدم ترجعت تسعار النفط في التعملات المبكرة اليوم الثلاثة في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائد الأمريكية على السوق وترجعت العقود الآجلة لخام بيرنت بخمس سنتات بما يعادل 0.06% إلى 88.35 دولار للبرميل وترجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية بـ 12 سنت أو 0.15% إلى 82.51 دولار للبرميل ويترقب المستثمرون اليوم صدور التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة قبل صدور البيانات الفعلية للمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة قدر الأربعات أذى وشهدت تسعار والثهب تراشعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثة لكن المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب الإشار الثالث على التوالي رغم انخفاض أسعارها مع ارتفاعي الدولار قبيل اشماع السياسات النقدية لمجلس احتياطية الفيدرالية وتراجع تسعار الثهب في العقود الأمريكية الأشلة بـ 1.1% وارتفع مؤشر الدولار بـ 0.3% يجعل المعدن الأصفر المسعار بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بنسبة لحائزي العملات الأخرى نهاية النشرة الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في مجزل أهم الأنباء نشكر لكم حسن وطيبة المتابعة إلى اللقاء نهاية النشرة